تشتد معاناة الأسرة في كافة سجون الاحتلال هذه الأيام مع بدء المنخفضات الجوية فبالإضافة لسلب إدارة مصلحة السجون كافة مستلزمات الأسرة الأساسية من طعام وملابس والحق بالاتصال والتواصل مع العالم الخارجي تستخدم مصلحة السجون البرد كأدات تعذيب إضافية من خلال مصادرة الملابس الدافئة والأخطية وحتى الفرشات خلال ساعة النهار يعني للأسف سلسلة الإجراءات التي اتخذت منذ السابع من أكتوبر هي إجراءات عقابية طالت كل مناحي الحياة الوضع الإنساني والمعيشي داخل السجون أشبه بالجحيم لا يوجد هناك أي مقتنيات شخصية داخل غرف الأسرة حتى الغيارات الملابس غير متوفرة غالبية الأسرة الآن وبعد دخول فصل الشتاء البرد القارس نتيجة نقصان حاد بالأغطية بالملابس الشخصية هناك ملابس أغلبهم بالملابس الصيفية أكيد هذا يرفع وطيرة المعاناة لدى الأسرة والأسيرات داخل السجون وفي ظل وجود أكثر من أحد عشر ألف أسير في زنازيم بالكاد تتسع لخمسة آلاف جعلت مصلحة السجون من الاقتضاد الكبير وسيلة لنشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأسرة بظل غياب مواد التنظيف والمعاقمات والحرمان من العلاج آن الأوان لهذه المنظومة الدولية الصامتة أن تتحرك نحن علينا مسؤولية كفلسطينيين وكمؤسسات ولكن دورنا يجب أن يتصاعد في هذه المرحلة بالذات للاتصال على مختلف الجهات التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان لإجبار إسرائيل للإنصيع لقواعد القانون الإنسان الدولي لقد جعل الاحتلال من جرائمه بحق الأسرة من ضرب وتنكيل واقتحام للغرف والأقسام روتين ثابت ويومي وجعل وزير أمن الاحتلال القومي أتمر بنكفير من سياسات التعذيب والإهمال الطبي والإدلال دعاية له من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا